شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم خطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة وخلال اتصال هتفي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي شدد عبد العاطي على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة وكذلك أكد عبد العاطي موقف مصر للمطالب بضرورة تنكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توفقي للبلاد دون تدخلات خارجية